طيب ملف الفار ملف الفار ملف مهم جدا ومن خلال متابعات الموقع الرسمي لاتحاد القرى خلال الفترة الاخيرة المدد الزمنية او المعدل الزمن اللي حده لاتحاد المصري في هذا الملف هم نتكلم في 40 يوم بدأ التطبيق او بدأ التجارب من حوالي 4 ايام او 3 ايام يعني نتكلم بالزبط على اول مارس هيكون تطبيق التقنية جاهز للتنفيذ في الدولة المصري طيب انا مش اقول رأيي في هذا الملف لانا ما ينفعش اقول رأيي شخصي في ملف انا بالتأكيد غير معني بالملف الفني فيه لكن انا هستعين بقراء حكام دوليين سابقين سبق اليهم رئاسة لجنة الحكام او موجودين في ملف التحكيم في الفترة الاخيرة كتن سامير عثمان قال في فترة سابقة صعب تطبيق التقنية خلال الدوري التاني ولازم خلال 4-5 شهور بيتم عمل محاضرات نظرية وعملية وتاخد الرخصة الرسمية من الاتحاد الدولي كابتن عصام دفتاح بالامس انا كنت بسمعه في تعريض صوت وصورة قال استحالة التطبيق التقنية يكون في الدوري التاني ولازم يكون فيه مسحة وقت للحكام عشان ياخدوا وقت عشان يتعلموا او ياخدوا الرخصة لتطبيق التقنية خلال الفترة اللي جايه قابتن نصر عباس كان موجود في حلقة منذ ايام قليلة مع كابتن اسلام الشاطر في ملعب الاهلي وقال صعوبة في صعوبة كبيرة جدا لتطبيق التقنية خلال الدوري التاني ولازم ناخد بصحة وقت عشان نطبق من الموسم الجديد ايضا كمان اي مد جيش كل الحكام اجمعوا لازيء الفكرة لكن الاتحاد المصري او اللجنة المؤقتة اللجنة المؤقتة بتقول ان الدوري التاني هيكون تطبيق التقنية جاهز للتنفيذ طبعا انا سعيد جدا بهذا الاجراء واكون مبسوط طبعا ان الدوري التاني يكون فيه تطبيق التقنية وده النادي الالي كانت تطالب بده في الموسم الماضي من خلال اخطاء تحكمية كانت مؤثرة جدا على العديد من المباراة لكن في نفس الوقت عشان ناخد هذا الاجراء لازم نطبق التقنية بشكل محترف لازم نطبق المعايير بشكل سليم لازم تقول المعادر الرسمي لتطبيق التقنية بعد ما تاخد الرخصة من الاتحاد الدولي مدة الاربعين يوم من خلال تجارب سابقة ومن خلال اراء الحكام الدوليين مدة غير كافية الاتحاد المغربي انا النهاردة سألت الاتحاد المغربي منذ شهر سبعة الماضي بيعمل تجارب ومحاضرات نظرية وعملية للحكام على مدار من شهر سبعة لشهر اتناشر خمس شهور بيعمل محاضرات نظرية وعملية وكذا مرة بيبعت الاتحاد الدولي الاتحاد الدولي بيرد عليه وبيبعت مراقبين لهذا الملف وبيتم اعادة المحاضرات كذا مرة الى ان حصل الحكام الدوليين او الحكام في الاتحاد المغربي على الرخصة خدوها في شهر اتناشر اللي فات بعد ما خدوا التقنية طبقوا هذه التقنية أوفلاين على مباريات في كأس العرش في المغرب في نصف نهائي كأس العرش بعد ما تم التطبيق أوفلاين أصبحت تقنية جاهزة وهتطبق لسه من أول اتنين يعني الاتحاد المغربي بيشتغل حوالي سبع شهور في هذا الملف عشان يبدأ يتطبقوا من أول اتنين فكرة الاربعين يوم أنا أتمنى تكون سليمة بس أنا خايف تكون المعايير المشتغل بيها أو السرعة في إنجاز هذا الملف تسبب لنا مشاكل في تطبيق التقنية خلال الفترة اللي جاي لأن احنا في النهاية محتاجين لما نطبق هذا الملف يكون بنطبقه بشكل عملي وعلمي سليم جدا عشان ما يؤثرش على الدور المصري في الفترة الجالية احنا عايزين الدور يستمر دون أي مشاكل ودون أي صوابات دي كان الجزء مهمة جدا فيه متعلق هو متعلق فيه لتطبيق الفيديو أو تطبيق تقنية الفار في الفترة اللي جاي